وصباح يوم جديد في مهرجان جرش وطبعا الفعاليات كتير وأحداث كتير والمهرجان يمكن فيه أكتر من احتفالية داخل مهرجان جرش بجانب الحفلات النهاردة فيه افتتاح مهرجان المسرح على هامش مهرجان جرش وبحضور عدد كبير من النجوم والمبدعين من المنطقة العربية وسعيدة جدا نهاردة اني بشوف المخرج الكبير عمر عبدالعزيز رئيس اتحاد النقابات اللي دايما بيكون مهتم جدا بكل المهرجانات العربية وحريص انه يتابع اللي بيحصل فيه المنطقة العربية من مهرجانات لان ده بيبقى فيه تواصل وعلاقات قوية بينها وبين مهرجاناتنا المصرية براحب بيك وصباح صباح الخير اهلا بيك جرش بيعني لك عراقة مهرجان قديم عريق جدا فيه كل النواحي الفنية فيه موسيقى فيه السنة دي فيه المصرح فيه فيه مهرجان قديم جدا انا تملك الجرش وقرطاش في تونس من اهم المهرجانات العربية اكيد ويعني طبعا 38 سنة كان من خلاله غنى فيه كل النجوم العرب ومن مصر كمان كل نجومنا وقفوا على جرش واستمتعوا ومتعوا جمهور الاردن والمنطقة العربية السنة دي حضر وزير الثقافة وقال ان فيه تبادل ثقافي بيننا وبين الاردن وكان فيه اتفاقيات مع وزيرة الثقافة شايف ايه اللي ممكن يحصل من تبادل ثقافي بيننا وبين الاردن ده يحصل كتير اولا ان هو فيه تبادل قائم يعني هتنكري وجود صبا مبارك مساء مونزر اياد كل فاحنا بين الان اتمنى اقول الفن اقام الوحدة العربية قبل السياسة دي حقيقة يعني فاحنا على طول والافلام يعني معرفش حضرتك شفتي بنات عبر احمن فيلم اردني جميل جدا فيه فيه تفرة فنية كبيرة والتناسق والتناغم الفني في الوطن العربي قائم الحمد لله لم يمس اكيد ويعني انا دايما بشوف ان المهرجانات دي بتبقى فرصة يعني انت هنا دلوقتي لو احنا في اللوبي هتشوف بسام كوسا وهتشوف مونواصف هتشوف نجوم من الاردن هتشوف نجوم من لبنان يعني طبعا كان فيه مطربين من تونس بيبقى فيه تبادل ممكن نجيب حد يجي يغني برضو مهرجان العالمين من النجوم العربية اللي موجودة فانا بقول دايما ان المهرجان ده خليت نحل طول الوقت فيه افادة اكيد طبعا الفن بيجمع وبيجمع الناس وبيحصل فيه اتفاق يعني محد حينكر ان فيروس دي صوت مجمع الوطن العربي كله هم مكلسون فالفن بيجمع زائد طبعا احنا بقى يعني كمخرجين كسنارستات بتقى بنقابل زملاء عرب بنوصل لمشاريع عربية نتمنى ان كل داي بقى في صالح الفن العربي اللي فعلا عملت شغل كويس يعني اذا فتحت اي تلفزيون حتشوفي مسلسل كويس فيلم كويس تسمعي غنوة قد يكون الملحن لبناني والمطربة مصرية او العكس او او ففيه في لحمة كده اكيد يعني طبعا من الاحداث اللي بش هنقدر نفوتها ومنتكلمش عنها كمان مهرجان العالمين اللي بيقام دلوقتي في الصحل الشمالي وانا بشوف ده حاجة مهمة جدا انها تعيد لنا ليلة تلفزيون اللي كانت بتحصل زمان وكان كل المطربين المنطقة العربية بينتظروها ان يقام على مصرح مهمة جدا في القرينا حاجة عظيمة انا حضرت حفلة بكدر رومي وشوفت ابهار في الصوت والاضاءة والمسرح والاخراج والمكان شايف الحدث ده ازاي بالنسبة للفن المصري وعودة جديدة لليالي التلفزيون والليالي الحلوة اللي كانت بتقام في الصيف طبعا العواجيز اللي زاي يفتكروا مهرجان التلفزيون اللي كان بيتعامل في اسكندرية وكان بيقدمه سامير صبري كان مهرجان جيد جدا وشوفنا فيه نجوم عالميين طبعا العالمين مخدوم جدا عليه اقبال كبيرا شايف فيه اقبال كبير جدا وانتي حضرتك بتقولي حضارتي حفلة يعني مفيش كرسي اه نسل والمهرح دامر حصني برضو ما كانش فيه يعني كانت تذكر كرسي ما شاء الله يا رب بيزيد والمهرجانات تزيد كل ما بتزيد المهرجانات بيحصل الناس محتاجة تفرح الناس يعني فيه فيه ظروف كتير مش مش مخليها تفرح فانهم يسمعوا غنوا يشوفوا مصرحية كويسة يشوفوا فيلم ده بيخلي الناس طاقة ايجابية وده مهم وده دور الفن يعني من الحاجات اللي كمان ساعدتنا جدا ان هيحصل عرض مصرحي لنجومنا اللي بيعرضه دلوقتي في المملكة مصرحياتهم هتعرض في العالمين ومنهم كريم عبدالعزيز هيكون من اوائل الناس بعد لفة المملكة هيعرض الاسبوع الجاي ان شاء الله في العالمين في مهرجان العالمين شايف عودة المصرح دي ازاي وان العالمين بيدعم المصرح وده اللي بنطالب بيه الفترة والله شيء جميل جدا انه يحصل التجمع الفني في الساحل يعني الفن هنا ما بيبقاش دوره فني فقط ولكنه سياحي يعني قد ايه حضرتك من سكان الساحل قد ايه عرب موجودين وبيجوا ما كل ده ده فل بس مراسي برصد من الامارات مليون وتمنمية في شهر ما شاء الله شوفي ده ده يعمل رواج اقتصادي شكله ايه فهنا الفن بيخدم الاقتصاد بيخدم التلاحم الفني انا مصرحية كريم ما شفتهاش طبعا هروح هشوفها اروح بس صد رد عشان اقلولي الاجارات غالية اوى عندكم لا 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 ما تقلاش الساحل جميل وفي كل متنول الجميل طبعا انا يعني نفس اشوف مصرحية كريم واتمنى انها تعرض في القاهرة كمان لان من حق جمهور القاهرة يتفرق انا اول حاجة لما شفت وزير الثقافة الجديد هنا موجود وده كان اول لقاء بيني وبينه اول طلب طلبت منه الاهتمام بالمصرح المصري وان يبقى فيه عروض مصرحية لان فيه اشتياق لان عندنا المصرح القومي فيه علي الحجار وورانيا فريد شاوي شايفة فيه اقبال من الناس وان الناس حابة تشوف مصرح ده كان الطلب الاساسي اللي طلبته بين وزير الثقافة وعدني انه هيكون فيه اهتمام كبير الفترة الجاية بالمصرح انت لما شفت وزير الثقافة ايه الطلب اللي طلبته منه انت كسينمائي بعيدا عن اتحاد النقابات كمخرج عاشق لفنك وعاشق لبلدك ايه اللي شايفه في الثقافة فيها اخطاء تتمنى ان وزير الثقافة يحلها الفترة انا اولا تقابلت مع السيد الوزير مرة واحدة ولقيته ملم جدا بالمشاكل بتاعتنا يعني كانت مفاجأة بالنسبة لي وخاصة انه ليس بسينمائي يعني احنا شركة الستوديوهات ودور العرض عندنا مشاكل اقتصادية لقيته عايز يساعد جدا مهتم جدا بالسينما ودورها وانا بس عايز اتكلم على المسرح السنة دي انا من مريدي المسرح للقطاع العامية فلفت على المسرح السنة دي فيه رواج حقيقي سنة عظيمة فيه في القومي فيه في البلون سامح حسين فيه النقطة العامية يعني فيه مسرح فيها تجارب كمان السنة دي المسرح كويس جدا نتمنى السنة ما نزيد انا بالنسبة لي كسينمائي نزيد عدد الافلام احنا كنا بنوصل ل120 فيلم في السنة السنة دي مسلا 17-18 النسبة ضائلة جدا لازم تشغيل كل الفنانين والسينمائيين المصريين مش نسبة عنهم يعني فيه نجوم كبار قاعدين انا لا اتصور ان الكاتب بقيمة بشير الديك ما بيتعملوش فيلم من عشرين سبشير الديك يعني ممكن يقولك المخرج ده كبر ما بيقدرش يقعد على الوردر انما الكاتب ده قاعد في بيته يكتب محمد جلال عبقوي في التليفزيو يعني عندنا ناس لازم ناس علي بدرخان اين علي بدرخان ولازم نرجع لحكاية الافلام تلت مستويات الA وB وC الC ممكن يطلع واحد للB الB يطلع للA وهكذا يعني كل نجوم الكبار ابتدوا في افلام تغيرها فده مهم جدا نعمل كل النوعيات اتمنى ده يرجع للسينما ويحصل يعني فيه رواج في الوطع العربي طبعا مش حننكر دور المملكة في الانتاج وهيئة الترفيه انما اتمنى مؤسسة السينما ترجع وكل المصريين دول يشتغل احنا كمان بنتمنى ده وخصوصا يمكن انا حضرت في وزارة فاروق حسني ان كان فيه الوزارة بتنتج افلام كان فيه فيلم العمر الشريف راح فينس اه المسافر احنا بنتمنى ان الوزارة ترجع تنتج مجموعة من الافلام لان يعني برضو المنتجين بيدوروا على نوعية معينة اللي بتجيب فلوس احيانا ما بيدوروش على القيمة ولكن احنا محتاجين كمصر للمهرجانات ان يبقى فيه موضوع ليه قيمة حتى لو ما جابش فلوس بس على الاقل يبقى تاريخ السينما المصرية او رصيد السينما المصرية من الافلام المهمة مش الافلام الكوميديا او الاكشن موجود عندنا في وزارة فاروق ايا فين الافلام الكوميديا انا مش شايف افلام بتزغزغ مش كوميديا حقيقية لازم ترجع مؤسسة السينما لما عملته شقة من حق الزوجة دي فيلم كوميدي ده من أرشيف ومن أهم أفلام السينما المصري لكن في العشر سنين الأخرانين تقدر حضرتك تقولي إيه الأفلام اللي ممكن تنضم الأهم مئة فيلم في تاريخ السينما المصريية تعمل عشر سنين حتعب قوي عشاني حقود أعيد لا صح إحنا عبد أن نعترف أن السينما فيه نكسة إحنا دلوقتي كشركة استوديوهات ودور عرض لابد من تطوير السينما ما فيه سينما في العالم دلوقتي 1600 كرسي و1500 كله 150 إذا السينما دي خدناها وعدنا بناءها بتكيفات بيبي الاستوديوهات تكيف من جديد ده الصناعة كلها حتقوم